يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم جائزة بالوندور جائزة الكرة الزهبية بيفوز بيها كأفضل لاعف في العالم عن الموسم الماضي كريم بن زيمة الدولي الفرنسي كريم بن زيمة مواليد ديسمبر سبعة وتمانين خمسة وتلاتين سنة اليوم بيفوز بالكرة الزهبية حكاية كريم بن زيمة هي حكاية ملهمة السورة أمام حضراتكم الأسطورة والملهم والمعلم بالنسبة الكريم بن زيمة هو اللي بيسلمون جائزة زين الدين زيدان ملهمة ليه؟ ملهمة عشان راجل اللي قدامكو ده كان مهاجم عادي كان مهاجم أقل من العادي كان جماهير ريال مدريد كعادة الأسمان لما بيعترضوا على حد كانوا بيرفعوا له المناديل البيضاء كانوا بيقولوا دايماً أنه مجرد ظل للعبين الكبار تحديداً كريسيا ورنالو كانوا بيقولوا أنه بلا قيمة وبلا فائدة كانوا بيقولوا أنه فرق العالم كلها عندها مهاجمين كبار اللي احنا ريال مدريد ما عندناش مهاجم كبير كانوا بيستبعدوه من منتخب فرنسا كانوا بيقولوا عليه اللي هايب أوفر ريتد أو أكبر من حجمه ثلاث سنوات أخيرة كريم بن زيمة ينفجر ينفجر روعة في الأداء تأثير في الأداء تميز في المستوى الفني يعني إيه تميز في المستوى الفني؟ يعني ما فيش مهاجم في العالم شبه كريم بن زيمة المهاجم اللي طول الوقت بينزل ياخد الكرة من تحت اللي بيحرك اللاعب كله اللي بيلعب دور صناع الألعاب اللي بيلعب دور السترايكر اللي هتشوفه على الجناح اليمين على الجناح الشمال اللي هتشوفه كل مكان في الملعب مجهود كبير مجهود رائع وأهداف مؤسرة في أوقات مؤسرة وكان لاعب قائد حقيقي لريال مدريد بصراحة ملهم يقولوا عليك اللي يقولوه يهبطوك زي ما يهبطوك يقلنوا منك زي ما يقلنوا منك مهم يبقى عندك أهداف وبتعرف توصل له كريم بن زيمة وصل لأهدافه الهدف الأسمى والأكبر جائزة أفضل لاعب في العالم البالندور الكرة الزهبية محد الشينفع يختلف أو يتدايق أو يزعل إن كريم بن زيمة هو اللي يخد الجايزة كل الكريم عادية النهاردة في الحافلة عارفين إنه حيعلن في النهاية المركز الأول لكريم بن زيمة بطل دوري أسباني بطل دوري أبطال أوروبا هدف الدوري الأسباني هدف دوري أبطال أوروبا هدف كل البطولات تأثير مش طبيعي في ريال مدريد الوقت اللي كانت الناس كلها بتقول ريال مدريد فريق عنده نواقص عديدة كان يستطيع أن يكمل كل النواقص لو غاب كريم بن زيمة يتأثر الفريق لو موجود كريم بن زيمة لازم يفوز الفريق مواقف صعبة كتير تعرض لها ريال مدريد تحديدا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وبفضل كريم بن زيمة تخطى هذه الظروف الصعبة حاجة روعة وحاجة رائعة عايزة أقول لكم حاجة شخصية شوية أنا من الناس أنا بحب ريال مدريد بشجع ريال مدريد وكان كريم بن زيمة ده بالنسبالي حاجة في منتهى الصعوبة وغالبا مش أنا لوحدي كان معظم الناس اللي بتشجع ريال مدريد وكنت بقعوض أقولي الكلمة اللي أقولت لكم من شوية ياهو ده بيلعب في ريال مدريد ليه يعني برشنوا يبقى عنده سوارز وعنده نمار وكانوا جايبين سامويل إدت وواواوا وإحنا عندنا كريم بن زيمة في ريال مدريد حرام يعني حرام ظلموا وجود كريستيان ورنالدو بس فات طبعا ريال مدريد وجود كريستيان ورنالدو بس بكلم على بن زيمة كفرد ظلموا وجود كريستيان ورنالدو رحل كريستيان ورنالدو عن ريال مدريد فظهر كريم بن زيمة فانفجر كريم بن زيمة مستوى آخر مستوى مختلف تأثير مختلف العالم كله قال ماذا سيحدث لريال مدريد بعد رحيل كريستيانو لونالو ريال مدريد ما بعد كريستيانو لونالو مفيش لاعب بتأثير كريستيانو لونالو الدليل لونحى التانية برشلونة لما رحل ليونيل ميسي عانى واتدخل في أزمات فنية كثيرة وغياب عن البطولات العكس في ريال مدريد رحل كريستيانو لونالو فكان كريم بنزيمة حاضرا فأصبحت البطولات في خزينة نادي ريال مدريد كعدتها ما تأثرش ريال مدريد ما تأثرش لعب مش طبيعي استحق هذه الجائزة عن كل استحقاك وجدارة كلمته النهاردة كمان كانت مؤثرة جدا تحدث انه كان حلم ليه من هو صغير انه يقف في المكان ده كلم على استبعاده من المنتخب الفرنسي كلم عن ظروف صعبة تعرض لها اللي بيفرج عليها المدريد كويس ما ظنش انه فيه لعب بيعمل مجهود قد اللي بيعمله كريم بنزيمة في الملعب بيتحرك في كل سنتي في الملعب كانوا عاملين له قبل كده الخريطة الحيارية تعرفين الخريطة الحيارية دي اللي بتبين اللعب الأماكن أو الأماكن اللي اللعب بيتواجد فيها خلال المباراة هو بيتواجد في كل سنتي في الملعب لحد قبل دايرة النص كمان دايرة النص من ناحية التانية في كل مكان في الملعب مجهود خرافي مش مواجم صندوق تقليدي والأمور البدنية يعني مش محتاجها كتير عشان هو يدوبك بيسجل أهداف لأ 35 سنة ورائع رائع جدا